السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيك أعزائي الطلبة في فيديو جديد من شاء الله حمادة البيئية إن شاء الله في هذا الفيديو رح نحل أسئلة على موضوع بارت 8A اللي كان بعنوان Surface Water Treatment قبل ما نحل أسئلة على هذا الموضوع نحن نراجعه بشكل سريع وإحنا حكينا في هذا البارت عن عمليات معالجة Surface Water وكانت أول عملية هي سيكرينينج وإزالة الأجسام كبيرة الحجم وبعد ذلك يجينا لل Brimer Sedimentation وقلنا في هاي العملية أنا بشيل السولد التي لها Heavy Weight بعد ذلك يجينا لعملية Coagulation والFluculation لعملية Coagulation والFluculation إحنا قمنا بتكوين الفلكس لإزالة Suspended Solid حيث عندي بالCogulation رح تعمل تربيد ميكسنج وضفة الألم أيوة والألم حكينا إنه طبعا بتم ترسيبه لاحقا أيوة بس يجي يتفاعل مع البايكاربونات الموجودة جوا المي ولو ما كان في عندي بايكاربونات موجودة في المي أيوة باجي أنه شو بظيف تضيف CAOH اللي هو اللايم أو بظيف كاربونات الصوديوم اللي هي الـ Na2CO3 تمام؟ أيوة حكينا أيضا ملاحظة مهمة بالنسبة للستاندرد تاعة الكوغريشن إنه الثيتا للكوغريشن تانك لازم يكون أقل أو يساوي 30 ثاني تمام؟ بعد ذلك يجينا لعملية الفلكوريشن واللي هي العملية اللي بتم فيها تكوين الفلكس وقلنا عشان أعرف عدد الفلكس اللي بتتخرج من الفلكوليتر تانك أيوة بكل بساطة إما رح أجي أستخدم الـ CMR الـ Completely Mixed Reactor أو الـ BFR اللي هو نفسه يعني الـ Batch Reactor يعني الـ BFR أو Batch Reactor First Order طبعا كان الـ Batch Reactor أيوة في هذه الحالة أنا باجي بأستخدم هاي المعادلة الـ N بتساوي N-note في قوة مانس كيفي تايم أما بالنسبة لك كان عندي CMR باجي بأستخدم معادلة الـ N بتساوي N-note على 1 زاد الكافي ثيتا تمام أو في معادلة أخر رح نشتقيناها الـ N-note على الـ N بتساوي 1 زاد كافي ثيتا قوة عدد هذا الإشي برضو حكينا عنه تمام طيب بالنسبة للـ N-note حكينا عنها ملاحظة مهمة وهي عدد Particles Pair Volume Pair Unit Volume يعني Pair Meter مكعب أو Pair Liter ممكن تمام طيب بالنسبة للك اللي هي Reaction Rate كيف بنوجده حكينا بنوجده عن طريق قانون اللي هو الأربع على باي في ألفة في Total Volume في الجي الألفة كانت هي عبارة عن Collegiate Efficiency Factor أيوة واللي كان بساوي واحد إذا كانت completely destabilized أما بكون يعني ما بساوي واحد في حالات أخرى زيوم ما يحكي لي والله 1 in 4 Collegiate أيوة يعني كان حتى الألفة إنه حكينا عنه أيضا إنه بساوي عدد التصادمات الناجحة ما نقدر نحكي اللي هي تصادمات اللي أنشأت لفلكس يعني عدد الفلكس تتكونت أيوة عدد الفلكس تتكونت بالنسبة عدد الفلكس الكلي تمام أيوة بالنسبة عدد الفلكس اللي المفروض تتكون تمام أيوة عدد الفلكس اللي المفروض تتكون المفروض تتكون بتقدر يعني تحكي عنه زي هيك أيوة أو بتقدر تحكي إنه عدد البارتكلز اللي يعني طلعت أيوة أو العدد البارتكلز يعني اللي تتكونت على شكل Flux بالنسبة لعدد Particles الكلي اللي مائي يعني العدد Particles الكلي لحيث هو يعني بالنهاية ألفة أيوا حكينا أنه هو نسبة نسبة لعدد التصادمات الكويسة أو عدد التصادمات اللي كونت أو Flux تمام طيب بعد ذلك حكينا عن Total Volume وهو عبارة عن باعة 6 في ديوميتر تقعيب أيوا لل Particle ضرب و هو عبارة طبعا عن Diamond Chilis يعني ما إلو وحدة بالنسبة للجي كانت عبارة عن جدر الباور بوحدة الواط على ضرب الفوليوم للبازن عندي اللي هو الفوليوم للفلكوليتر طبعا بالنسبة للجي كانت وحدة تواحد على سكند وبالنسبة لالكي كانت وحدة تواحد على سكند بتطلع بدلالة يعني وحدة الجي طيب بعدين نحكينا عن كانت انه اكبر او يساوي 30 بنت وبالنسبة للفي اللي هي السرعة كانت بين السنين الاثنين ونصف ملي متر على سكند والسمع ونصف ملي متر على سكند او بين families كانت انت لازم اكون طبعا مطالبة انت بحفظ الوحدة او بحفظ الستاندار بكل الوحدة المعطيكية سوان بوحدات الفيت الامر او بوحدات الملي متر على سكند يعني انت مطالب بحفظ الستاندار 200 بجميع الوحدات او وحدة Process تحفظ واحدة و تعرف كيف تحول لالثاني بس يفضل انك تحفظ كلام سهلات طيب او يمكن انت حافظا اصلا من خلال الشرح طيب نيجي الى اخر موضوع حكينا عنه ايضا السيدمينتيشن السيدمينتيشن او الكلاريفكيشن قلنا انه لازم تكون السيدلينج فيلوسيتي اسرع من الفلوريت وقلنا بالسيدمينتيشن تانك والله يبكون عندي على هذا الشكل تجي بتدخل المي بصير عندي اوفر فلو للاعلى او الفلو اتجاهه للاعلى والسيدلينج للبارتكل اتجاهه للاسفل تمام ايه وحكينا انه ستلينج فيلوسيتي بقدر نجيبها عن طريق قانون وهو الجيف الراو بارتكل ناخص الراو في ديمتر تربيه على ثمنةج فيلم يو اما بالنسبة له هيا عبارة عن الكيو اوفر ايريا والاريا هي عبارة عن السيرفس ايريا تمام ليش السيرفس ايريا لانه الكيو بكون الى الاعلى اتجاه الأوفر فلو ريت عندك بكون الاعلى فبالتالي الاريا بدك تاخذ الاريا العامودية واللي هي عبارة عن السيرفس ايريا ايوه وذلك حكيناها بالتفصيل أيوة والأريا تريموف أيوة 100% من البارتكيل اللي حكينا هنا بتكون عبارة عن 18M الميو في الكيو على الجي في الرو البارتكيل ناخص الرو في ديميتر تربيع وبالنسبة للستاندرز الخاصات بالسدمنتيشن إنه لازم يكون أكبر أو يساوي أربع ساعات وبالنسبة لأوفر فلوريت لازم يكون بين 20 إلى 33 بوحدة المتر على الدي الوير لودنج الماكسيم إلى 250 متر مربع على الدي وبالإضافة للوحدات الثانية يعني لازم تكون عارف مثلا إن الفي والله بين 500 إلى 8 بالوحدات الثانية على الفيت تربية ولازم تكون عارف إنه الوير لودنج أعلى قيمة إله بالوحدات الثانية اللي هي 20 ألف على وحدة الفيت تمام أيوة فهيك أنت بتكون يعني أو بنحن هيك بنكون راجعناهم بشكل سريع الآن خليني يجي نأخذ أسئلة على هذا الموضوع طيب هاي الموضوع بكل بساطة يعني أسئلة بتجي سهلة دائما تعالشوف الأسئلة ماي طيب ريكوسش الأول بحكي لك what should be the diameter and depth of the circular sedimentation tank that meet the following condition إذن هو بده depth وبده diameter دمين the circular sedimentation tank إذن إحنا قاعدين بنحكي عن sedimentation tank فإذن إحنا شو بدنا ال diameter إله يعني بدنا ال diameter كم وبدنا ال H depth أي و F والله شو بعد ال F يعني لو لو كان عندك minimum recommended detention time إذن لو تحقق عندي إنه أنا عندي detention time minimum minimum detention time بنائي على ال standard ساعتي هو أربع ساعات يعني باجي بحكي له والله الثالثة بتساوي أربع ساعات معنا كلامك تمام طيب اللي هو عبارة عن 250 متر تربيه على الدهي صح ولا لأ ؟ فبالتالي هو عبارة عن كو على الا أل يعني يعجب بحكيله لأن الريد كفاجة بساوي كوب على الشفت الماكسمم إيوه شو بساوي بساوي 250 متر مربع على الدهي طبعا هو أنا كوني ماشي إني لا تتحدث عن الوحدات إفترض وحدات المتر أيوة لو أنا أريد اهم given feed كانت تعطي إجيبي الليلة ماشي طيب نكمل بيجي بحكي لك ايضا الافتراض الثالث انه lower range of the recommended overflow rate اذا الover flow rate شو بتساوي lower range يعني القيم المينمم الها اي و القيم المينمم للover flow rate اللي كانت 20 تمام فمديجي مناخذ او منحكي انه ال V والله عندي بتساوي 20 متر على D طيب بناء على هذا الكلام طلع لي والله ال H طلع لل D طلع لل D متر وطلع لل H طيب كيف نطلحهم تعال نطلحهم وبالنسبة للثيتا الثيتا بالبداية ال 4 hours لازم تحولها bare day لانه الوحدات هنا والله كلها يتم بالday طيب الثيتا اصلا يشو بتساوي الثيتا بتساوي الثيتا بتساوي ال volume على Q او هنا في ساقلنا انها ال velocity صح ولا لا ايو ال volume على Q او H على V صح لانه ال area ثابتة كانت فبالتالي باجي بحكي انه الثيتا بتساوي H على V وتساوي 4 ساعات يعني 4 على 24 عشان تطلع بالday تمام بقسم عشان احول من hour عشان احول من hour the day بقسم على 24 ايو لانه day في 24 ساعة طيب فالمهم الفي عندي هاي الفي بو حكالي انها عبارة عن اللوى الرينج اللي هي 20 فبالتالي انا قدر تطلع ال H خلاص باجي بحكي له ال H والله بتساوي 20 متر على day ضرب اللي هين detention time 4 على 24 بوحدة ال day ال day مع ال day بروحن فبطلع عندك ال H بساوي 33 متر تمام فاذا احنا هيك طلعنا ال H ايذن هاي ال H هذا الدبث ايوه طيب نيجي الان لديميتر كيف دي طلع ديميتر ديميتر باجي بطلعه من وين من ال weir loading ايوه هو ال weir loading بساوي Q ل Q شو بتساوي السرعة ضرب ال area صح ولا لا ايذن هي عبارة عن V ضرب ال A طيب شو ال area للسيركولر ايوه ال area للسيركولر هي عبارة عن buy على 4 في الديميتر تربية تمام على ال L اللي هو عبارة عن ال weir length وال weir length بالنسبة لل circular sedimentation tank هو عبارة عن محيطه محيط السيركولر طيب شو محيط الدائرة وعبارة عن buy في القطر تاحة صح ولا لا اللي هو هذا نفسه ال day meter دمين لل sedimentation tank اللي انا بدي اياه شو كل هذا بساوي هذا كل هاته بساوي 250 متر مربع على ال day طيب تعال نختصر هسا ال buy مع ال buy بتروح ال V شيلها وعوض مكانها 20 لانه حكينا انها 20 20 متر على ال day ايوه متر per day طبعا ال day مع الجهة الثانية بتروح يعني الوحدات بطير من بعض ما في داعي لتحويل الوحدات بصفي عندك التربيع حاي بتروح مع ال D اللي تحت بصفي عندك كونه 20 على 4 بالبسط 20 على 4 D يساوي 250 من هو انا بتيجي بتحكي والله ال day meter رح يساوي عندك مقداره 50 متر تمام فال day meter رح يساوي 50 متر فاذا احنا هيك طلعنا ال day meter لل circular sedimentation tank وال depth لل circular sedimentation tank الدبت طلعناه من detention time وال day meter طلعناه من weird loading ومرة ثانية بنسبة لل weird loading عندك ال Q ال Q شو بتساوي سرعة في مساحة صح ولا لا طيب السرعة اللي هي ال V over flow rate يعني 20 طيب في المساحة المساحة ل circular sedimentation tank شو هي اللي هي عبارة عن surface area له يعني صح ولا لا لانو حكينا ال area هي surface area هون ايو surface area اللي هي مساحة دائرة يعني باي على 4 في day meter تربيع تمام ايو طيب على ال L ال L هي عبارة عن weird length قلنا weird length اذا ما اعطاني يا شو باعتبرو باعتبرو محيط circular sedimentation tank واللي هو بيساوي باي في دي طبعا باختصرهم مع بعض وال V طبعا عندي هي مقدارها 20 متر على ال day كله هذا بيساوي 250 بيقدر تطلع ال day meter لا السيدمنتشن تانك اللي هو كان مقداره 50 متر تمام فهي كم يكون حال لنا السؤال اول نجي للسؤال الثاني بيحكي لك ال CL CLR إذا مرة أخرى بيجي بيحكي لك عن سيدمنتشن تانك وانا في هذا السؤال إذا احنا قاعدين نحن قاعدين clarifier سيدمنتشن تانك كم ال day meter إلو قل لك day meter و 15 متر is design to treat عشان إذا هو تم تصميمه لمعالجة Q مقدارها 7.8 متر مكعب على منت إذا الـ Q كم بتساوي 7.8 متر مكعب per minute طيب أيوة off river water the river carries silt particles with 4 different settling velocities بيقول لك هذا الريفر اللي إحنا بنعالج الماء تعيته أيوة بيحتوي على silt particles إذن يعني silt particles عندك with 4 different settling velocity كل واحد من settling particles هذولا يعني إله settling velocity خاصة في أعطاك إياه أقل لك والله 32% من هذول particles أيوة قديش settling velocity إلهم أيوة 0.04 إذن عندك 32% قديش الـ US أو الـ VS إلهم بتساوي 0.0 48 طبعاً بوحدة المتر على المنت أيوة طيب ماشي وعندك 27% أيوة كم السرعة الترسيب لهم أيوة الـ U settling لهم والله بتساوي 0.0 32 متر per minute طيب وبرضو 20% من هذول اللي هم الـ particles اللي عندك سرعتهم كم أيوة الـ US اللي هم والله 0.0 29 متر per minute طيب ماشي أيوة إذن هو أعطاني settling velocity جاهزة بس شو بديش قالني قال لي أعطيني نسبة particles اللي بيشيرها اللي بيشيرها اللي بدي نسبة اللي بيرصبها اللي بيرصبها طيب بالبداية أنا عشان أعرف إنه هاي اللي بتترسب ولا ما بتترسب لازم أجيب اللي هي اللي بتساوي Q صح طيب شو اللي Q مقدارها 7.8 متر مكعب على A اللي هي عبارة عن دائرة صح ولا لا لأنه سيركولر ما عطيني دائميتر فباجي بحكي اللي باي على أربعة في دائميتر اللي هو 15 تربية بالمتر مربع هيا كهاية بتروح مع المتر تكعيب بصفي عندك ال V بوحدة المتر على المينت رح تطلع معك ال V مقدارها 0.0 44 متر ممتاز جدا طلعنا الآن أيوة عشان أعرف إذا هاي بتترسب ولا ما بتترسب يعني إنه لازم ال US أو سرعة الترسيب بتكون أكبر من ال U أو ال V تمام أيوة يعني سرعة الترسيب لازم تكون أكبر من ال Overflow Rate اللي سرعة الترسيب أكبر بترسب اللي سرعة الترسيب أقل ما بترسب طبعا أنا شو بدي بدي اللي بيترسب و بدي ال Removal اللي بيترسب وتعالي نشوف بالمقارنة هسا والله هذا ال US إليه كم 0.0 48 كم السرعة والله اللي عندي بتاعة ال Overflow Rate 0.44 معناته هذا بترسب ولا لا بترسب ليش بترسب لأنه السرعة الترسيب بتاعته أكبر من ال Overflow Rate فبالتالي هذا بترسب فإذا نحن من نيجي نأخذ عفوا من نيجي نأخذ هذا تمام فإذا هاي من نيجي من نأخذها طيب بالنسبة الثانية الثانية سرعة 0.32 وهي سرعة أقل من ال Overflow Rate وبالتالي هو لن يترسب فهذا ما بترسب إذن الثاني ما رح أأخذه طيب الثالث سرعته سرعة الترسيب هو 0.57 طيب إذن هو بترسب ليش لأنه سرعته أكبر من ال Overflow Rate فهذول بترسب تمام طيب آخر واحد سرعته 0.29 شو رأيك بترسب ولا لا جاوبني يا الله أيوة شو طلع معك أكيد طلع معك إنه ما بترسب تمام فإذن هو ما بترسب والسبب أكيد أنت عارف إنه والله ستلينج فلوسيتي هنا أقل من ال Overflow Rate فبالتالي ما رح يترسب فإذن الفكرة كلها بهذا السؤال إنه تعرف مين اللي بترسب ومين اللي ما بترسب اللي بترسب سرعته ستلينج سرعة الترسيب له أكبر من ال Overflow Rate وبالتالي هو يترسب وبالتالي طلع عندنا نسبتين بترسب إن شوه إنه والله نسبة 21% ونسبة 32% اجمحها مع بعض وطلع للنسبة الكلية أنا بدي النسبة الكلية فبدي نسبة ال Particles فباجي بحكينه نسبة ال Particles ال Removal أيوة ال Removal Particles كم بتساوي بتساوي حاصل جمع 32% زائد 21% 32% زائد 21% أيوة بطلع الجواب معك 53% طب لو قلنا ال Not Removal ال Not Removal هم متممة هذول اللي ضلوا اللي ما ترسبوا مين أيوة 27% ون 20% اللي هم 47% أو متممة اللي ترسبوا يعني اللي ترسبوا 53% أيوة معناته اللي ما ترسبوا كم بتهم يكونوا 47% تمام أيوة فهنا هو سألني طبعا على اللي شيرتهم اللي رسبتهم اللي هو نسبة ال Particles ال Removal اللي هي كانت 53% وكله هذا عن طريق ايش عن طريق فكرة المقارنة مقارنة انه ستلينج فيلوسيتي يجب ان تكون اكبر هذه ال Particles ولقينا انه هاي 0.057 وال 0.048 اكبر من ال Overflow Rate اللي طلب معنا 0.044 طبعا لا انتبه انه الوحدات لازم تكون نفسها اثناء المقارنة يعني هذا متر على منت وهذا متر على منت طبعا الوحدات هو نفسها في هذا السؤال طيب نيجي للسؤال اللي بعده بحكي لك The depth of a fluctuation basin إذا نحنا هنا قاعدين نحكي عن fluctuation أيوة بقول لك The depth عطين الدبث لل fluctuation أيوة أو الرينج لل الدبث لل fluctuation بناء على standards يعني بد ال H لمين لل fluctuation بناء على standard طب شو standard تاعت fluctuation احنا حكينا انه fluctuation لازم يكون اكبر او يساوي 30 منت تمام وبالنسبة للسرعة ال Overflow Rate لازم يكون بين 2.5 أيوة لا 7.5 تمام طبعا بوحدة m على second وهنا m على second تمام طيب انا بعرف انه detention time بساوي H على V صح ولا لا فdetention time شو بساوي H على V وdetention time انا بناء على standard لازم اخذه كم بساوي 30 منت فباجي بحكي والله H بتساوي 30 منت أيوة لازم احولها لsecond minute لانه هنا الوحدات عندي ايش بالsecond فبالتالي باجي بقول والله 30 أيوة في 60 أيوة ضرب V تمام وبناء على هذا الكلام V شو بتساوي H على 30 في 60 تمام أيوة ليش هنا ضربت 30 في 60 عشان تطلع الزمن بالsecond لأنه الآن بدي اجي اعوض بدل V تمام ايوة باجي بعوضها ويك بطلع الرينج للأتش هو بده الرينج الأتش يعني بين إيش وإيش لازم يكون تعال نعوضها بكل بساطة تعال عوض 2 ونص طبعا هاي الملي متر على سكن دي الملي متر عشان تضرب ه عشرة قوة سار بثلاث بتصير متر على سكن أقل من V بتساوي H على 30 في 60 وحكينا ضربنا في 60 هنا للتحويل الزمن إلى السكن أقل من 7.5 في عشرة قوة سالة بثلاث برضو متر على السكن هاي العشرة قوة سالة عشان نشيل الملي اضرب طبعا في جميع الجهات ب30 على 60 يعني 4.5 و13 ونص إذن هنا 4.5 و13 ونص طبعا بالمتر بوحدة المتر تمام الاثنين بوحدة المتر لأنه إحنا أصلا حولنا الملي متر إلى متر فإذا بطلع عند الـ H الدبت لل بناء على الستاندرد بين 4.5 و13 ونص متر تمام لازم تفهم أنه بالستاندرد يجينا خذنا بساوي 30 بعدين يجينا عوضنا بدل V إنها V بتساوي H على ثيتا اللي هي H على 30 في 60 زي ما هو معطمعنا في هذا السؤال وبعدين يجينا والله ضربنا الأرقام يعني على اليمين وعلى الشمال وطبعا حولنا الملي متر أي ولمتر طريقنا ضربها 10 قوة سالب 3 وهي طلعنا الـ رينج للدبث بيحكي لك إذن أنا في عندي عينة من مياه نهر أي وبتحتوي على ألف سلت بارتكول وفي كولويد إذن هذول البارتكول اعملنا كولوليش وفلوكوليش إذا بعض هذه بارتكول تتل في سدمنتشن تانك هذه بارتكول تتل في سدمنتشن تانك ك 20 لارج فلوكس أي وقال لك في بعدين ودينا هنا على سدمنتشن تانك تمام هاي البارتكول تترسبت بالسدمنتشن تانك أي ويعني راحت على سدمنتشن تانك وكان مكون إلها 20 لارج فلوكس يعني لقينا اللي طالع من من الفلوكوريش والكوكوريش كم فلوك 20 فلوكس إذن أنا متكون عندي 20 فلوكس تمام أي وwith يونيفورم كل نفس الحجم أي وير ايش فلوك كل فلوك يتكون من 40 بارتكول يتكون من كومباين لل 40 بارتكول أي وإذن كل فلوك يعني الجاي من وين جاي من 40 بارتكول يعني 40 بارتكول تجمع وسوى وكون ولي والله واحد فلوك قال لك what should be the collagen efficiency factor بده اللي أصلا بده ألف تمام أي طب ألف شو بتساوي بتساوي عدد الفلوكس اللي تكونت يعني العشرين فلوكس هذول الجداد على عدد الفلوكس اللي أصلا لازم يتكون عدد الفلوكس اللي أصلا لازم يتكون كم هو أي هذا من وين بجيبه عدد الفلوكس اللي لازم يتكون أي أجيبه من خلال الألف بارتكل زمان أنا عندي كان ألف بارتكل و ألف بارتكل هذول عشان يتكون بارتكل كل ال见 40 بارتكل بتجمع مع بعض و كم بارتكل يعطيني أربعين بارتكل من فلوك بارتكل كم بارتكل يعطوني ؟ هل ما بجيه و باجي بضرب تبادري يعني هي بالنسبة والتناسب بطلع عندي أنه قيم عدد الفلكس أي والمفروض يعطيني إياهن أنه X شو بتتساوي رح تطنع معك 1000 على 40 تمام 1000 على 40 بتساوي 25 يعني فعليا لازم 1000 بارتكيل يعطيني 25 فلكس تمام لازم يعطيني 25 فلكس ولكن أنا كم بتكون عندي 20 فلكس فهي فعليا الألفة أي ونسبة عدد الفلكس لتكون من العدد الفلكس الكلي اللي هني يعني كم هنا طلعان 25 فلكس تمام فيقسم 20 على 25 رح يأطيك 1000 بتساوي 0.8 تمام وهي كالكوليجين إيفيشانسي فاكتور طلع معي 0.8 نعيد على السريع أنا عندي لتكون عندي من عملية الكوغريش وفلكوليشن 20 فلك تمام أي وفا إذن هذولا لتكوني أي والكوليجين إيفيشانسي فاكتور هو عبارة عن نسبة الفلكس تكونت أي وإلى عدد الفلكس الكلي اللي المفروض يتكون عندي تمام طيب فنسبة الفلكس تتكونت لتكونين عندي 20 طيب معروف طيب كم من المفروض يتكونين أنا كان عندي 1000 بارتكل وكل 40 بتجمعنا بعض بتكونين الفلكس يعني كم الفلكس لازم يتكون عن طريق النسبة وتناسب لقيت إنه لازم تكون عندي أنا 25 فلكس ولكن اللي تكونين كم 20 فباجي بقول نسبة لتكونين اللي هني 20 بالنسبة للعدد الكلي للفلكس اللي 25 يعني 1000 بتساوي 0.8 طلعت معنا طيب نيجي للقوستن الرقم 5 اللي بيحكي لك يعني قاعد بيحكي لك الألم احنا منضيفه بعملية الكوغيريشن أيوة والألم كانت فائدتوا إيش إنه نجمع البارتكلات مع بعضهم نكون الفلكس صح عن طريق دام في تشحنة موجبة طيب هسا الألم كيف كنا ننشيله أيوة يعني كيف بتم إزالة الألم أيوة عن طريق أي تفاعل عن طريق تفاعل التحلل ولا العملية الفلتريشن طبعا الفلتريشن نحن بعنا مش وصلين لها أصلا تمام أيوة يعني هاي أكيد مش معنى أصلا ولا عملية الأدزوربشن مثلا بقولك يعني هل صار أدزوربشن للألم ولا عملية الترسيب أكيد عملية الترسيب الجواب صح لأنه احنا قلنا الألم بروح بتفاعل مع مين بيجي الألم بتفاعل مع البايكاربونات اللي هي الاج سيو ثري أيوة وبعد ذلك بيجي بيكون للأل OH3 صح ولا لا له هيدروكسيد الألمونيوم وهو راسب تمام أيوة فكان الألم يتم ترسيب والتخلص منه عن طريق تفاعلات الترسيب لبريسيبيتيشن وهذا ريش حكينا في بداية براجعتنا تمام طيب معلومة على السريع بتساوي رول بارتكيل على رول ووتر تمام فأنت بهمك طبعا رول بارتكيل أيوة كونه احنا قاعدين يعني منحكي هنا عن سيدمينتيشن أيوة فبهمك رول بارتكيل رول بارتكيل شو بتساوي دائما رول بارتكيل ضرب رول ووتر تمام فهو معطيني سبيسيفي جرافتي فبقدر أجيب من خلالها رول بارتكيل ماشي طيب بحكي لك ود بي رموفت فهو بده أقل دياميتر للبارتكيل عشان أشيلها بالسيدمينتيشن تمام أيوة فبدي أنا مين الدياميتر وفعليا هنا طالب هو الدياميتر طيب بدي دياميتر للبارتكيل بحيث الرول البارتكيل أو الاسبيسيفي جرافتي إلها واحد وثلاث طيب بقول لك ود بي رموفت إذن هذا السيدمينتيشن عرضه عشرة وعمقه ثلاث وطوله ثلاثين يعني هذا السيدمينتيشن تانك لو من يجي نرسمه بطلع بهذا الشكل تمام أيوة لو تستيج ترسمه بطلع يعني الريكتانجلر هو أيوة العمق إلو ثلاث متر اللي هو الدبث العرض إلو الويد مقداره عشرة أعطاني يا والطول مقداره كم ثلاثين تمام فهو ثلاثين متر في عشرة متر في ثلاث طيب and flow rate of 12500 الكيو يعني قاعد بيحكي لك هي 12500 بوحدة المتر مكعب على الدي أيوة يقل لك هاي اللي فلو ريت وين up flowing up وإحنا بنعرف إنه بالسيدمينتيشن تانك بتيجي المي بتفوت وبعدين بتبلش إيش تطلع للأعلى الفلو بيكون فيه باتجاه الأعلى تمام أيوة والاتجاه الترسيب بيكون للأسفل تمام طيب فإذن ومعطين الكيو معطين اتجاه الفلو أيوة تجاه الفلو إيش بيساعدني على إيجاد السرعة صح ولا لا أيوة طب خلني نجي نكمل قلك يعني إذن بالنهاية أنا شو بدي بدي smallest diameter طب smallest diameter منون بجيبه من الفي اس صح ولا لا الفي اس شو بتساوي ما هي كانت بتساوي الجي في رول البارتكل ناقص الرو أيوة رول الووتر طبعا في ديمتر بارتكل تربية على 18 في الفيسكوسيتي طيب الجي معي 9.81 الرول البارتكل هي عبارة عن 31 ضرب ألف لأنه قايل والله رول الووتر اعتبرها ألف يعني رول البارتكل وأنا بتصفي 1300 تمام 31 ضرب ألف 1300 طيب الرول العادي رول ووتر لهي ألف الديمتر أنا بدي إياه الديمتر ما أعطيني إياها 0.001 كيلو جرام على متر دوت سكند ظل مين المشكلة ظل بالفي اس طيب هو بده smallest diameter smallest diameter يعني مدام الديمتر minimum معناته الفي اس الميلمر للفي اس هو الفي الأوفر فلوريت معناته هنا بدي أجي أحكي أنه الفي اس بتساوي الأوفر فلوريت يعني تساوي الكيو أوفر أيريا تمام طيب ولازم تطلع طبعا بوحدة المتر على سكند لأنه الديناميك فيسكوسيتي بوحدة الكيلو جرام على متر دوت سكند تمام طيب الكيو عندي هي عبارة عن 12500 متر تكعيب على الدي تمام على الأيريا طب الاريا هنا إيش الاريا بتتكون هي السيرفس ايريا تمام أيوة الاريا هنا هي السيرفس ايريا لأنه اتجاه الفلولة الأعلى طيب السيرفس ايريا شو بتتكون 30 في 10 تمام لد يعني هون شوف طل علي هون هو معطيك الدبث ثلاث ليش أعطاك الدبث ليش أعطاك البعد الثالث أعطاك يعيشان تخربط تمام عشان يشوف المركز مش من المركز تمام فأنتي هنا في هاي الحالة ايو لازم تكون عارف انه انا هنا باخذ السيرفيس ايريا بالسيدمنتيشن لانه اتجاه الفلولة الاعلى وانا بدي الاريا العامودية وبالتالي الاريا العامودية يحاصل ضرب اللينكث في الوث الطول بالعرض يعني 30 في 10 فبالتالي هنا الاريا 30 في 10 ايو طبعا الدي لازم اتخلص منها وحولها لسكند عن طريق اني اجي احكي والله هنا دي بالبسط ايو بالمقام باجي بحط انه الدي بساوي 24 في 3600 وبنانا على هذا الكلام كم رح تطلع عندي سيتلينج فيلوسيتي رح تطلع معي 4.8 225 سيك يعني ضرب 10 طبعا قوة سالب 4 في وحدة المتر على السكند احنا حولناها لمتر على السكند هاي السيتلينج فيلوسيتي اللين انت طلعت تعال عوضها هون تمام فشيل هاي الفي اس وعوض مكانها 4.8 225 في 10 قوة سالب 4 طب والجي 9.81 تحويل مكانها والرول البارتكل 1300 والرول عادية 1000 والديميتر اصلا انت بدكية والدانوك في سكوسيتي عندك 0.001 حكالك افترضه تمام اتقيد بلا شيء له بعضك هيه تمام خصوصا الثوابت طيب هيك بنانا على هذا الكلام كم رح تطلع الديميتر للبارتكل اللي احنا حكينا عنها رح تطلع معك لو اجيتني تحسبتها مباشرة رح تطلع 5.44 ايوة يعني خليني يجي نكتبها هون الديميتر 5.44 بس نمسح هاي طيب عشان نكتب لك الرقم 5.44 في 10 قوة سالب 5 بوحدة المتر ايوة واللي هي يعني لو بلك تحولها لو وحدة المليميتر اضربها في 1000 فبتطلع 0.0544 مليميتر لو ضربت تبال فرح تطلع معك بهذا الشكل تمام فيك احنا طلعنا اقل دياميتر للبارتكل عشان يتم ترسيب هاي البارتكل ماشي فهذا الدياميتر يعني لو دياميتر البارتكل كان هل قد خلص يعني والله احنا رح نرسب البارتكل ايوة يعني اقل دياميتر مسموع بيه للبارتكل بحيث انه يتم ترسيبها هذا هو الدياميتر احنا طلعنا له the smallest diameter تمام ايوة smallest diameter يعني هذا الدياميتر لو انا البرتكل كان عندي دياميترها القد او اكثر معناته بقدر ارسبها ايوة بينما لو كان دياميتر اقل من هذا الدياميتر اقل من 0.0544 ما رح اقدر ارسبها تمام فهذا هو معنى المينموم دياميتر طيب إذا نحن هنا يجينا وطلعنا المينموم دياميتر يعرفنا أنه من خلال من طلعه من خلال أنه ساويها بالوفر فلوريت اللي عبارة عن الكيو اوفر ايريا والكيو اللي هي 12500 حولناها للسكند عن طريق أن نقسمها على 243600 والايريا فهمنا شغلي مهم منها عبارة عن سيرفيس ايريا 30 في 10 كانت ايه وطلع معي الVS ساويتي ارجعت عوضتها في القانون طلعت الدياميتر طلع معي فإذا السؤال سهل و بسيط طيب نيجي الآن لك وصين رقم سبعة بيحكي لك إذن بالمختبر نستخدم فحص الجار تست عشان ندرس الفلوكوليشن المهم إذا هذا السؤال بالبداية عن الفلوكوليشن رايح يحكي لي طيب جهاز الجار تست بيقول لك خمس لتر إذن هو عبارة عن باتش رياكتور فإذا نحن ندرس باتش رياكتور إذن حالة الباتش رياكتور هي اللي رح ندرسها في الفلوكوليشن هون أيوة يعني أنا رح أجي أطبق على N بتساوي N نوت في E قوة ماينس الكي في التايم مباشرة هذا الإشي بعرفه طيب كم الفوليوم أحطانية خمس لتر خمس لتر أيوة الخمس لتر هاي مباشرة أنا بحولها لخمس متر مكعب عن طريق إنه أقسمها على ألف يعني أقسمها على ألف أيوة فباجي بقول بتطلع 0.005 متر مكعب فإذن بطلع معي لوحدة المتر مكعب 0.005 متر مكعب طيب فإذن هذا هو الفوليوم أيوة إذن بيجي بحكي لك باتش رياكتور وبلشنا نعمل خلط تمام قال لك إذا يعني هذول الخلاطات أو الشفرات كان إليهم بور مقداره خمس ونص في عشرة قوة سالب خمسة فإذن هو أعطاني البور خمس ونص في عشرة قوة سالب خمسة واط وعطاني يا بوحدة الواط جاهزة بيقول لك بالبداية كان عندي عدد من البارتكولز 2 في عشرة قوة سبعة بارتكولز in the jar أباراتيس 0.04 مليميتر دياميتر فإذن يجي أعطاك الدياميتر لهذه البارتكول 0.04 مليميتر حوله للمتر مباشرة بتيجي بتحكي أنه عبارة عن 4 في عشرة قوة سالب خمسة ميتر تمام فهذا هو الدياميتر هاي هنا البور ويجي أعطاني هنا كمان عدد البارتكولز الانيشيلي أيوة بس هذا مش النوت النوت لنا يعبارة عن عدد البارتكولز بير يونت فوليوم تمام وبالتالي النوت كيف أجيبها بحكي لنا عبارة عن عدد البارتكولز 2 في عشرة قوة سبعة بارتكول على الفوليوم الفوليوم كم بوينت 0.05 تمام متر مكعب طبعا وبالتالي رح يطلع معي هذا الرقم جوابه 4 في عشرة قوة 9 متر مكعب 4 في عشرة قوة 9 بير متر مكعب تمام أيوة فإذن هيك أنا طلعت النوت بوحدة يعني البارتكول بير متر مكعب حلو ممتاز أيوة هاو مني بارتكولز بسألك آخر شيء أعطينا عدد البارتكولز بير ليتر ويل ذير بي افتر ثلاثين منت فإذن هو بدو عدد البارتكولز بير ليتر يعني بدو الن أيوة عدد البارتكولز تحولها ليتر عادي يعني الموضوع بسيط أيوة بعد ثلاثين منت يعني التايم كم بيساوي عندك ثلاثين منت فإذن هو أعطاك التايم عندك النوت بتقدر تطبق على هذا القانون ولكن ناقصك الكي صح طيب فمننطلع الكي بناء على هذا الكلام أيوة فقال لك عشان أطلع الكي طبعا هو أعطاك الفيسكوس يقال لك هي عبارة عن 0.15 طيب كيف تطلع الكي الكي بيكون البساطة هي عبارة عن قانون إلى قانون اللي هو كان أربع على باي في ألفة في التوتال فوريوم في الجي طيب قال لك بس هنا ملاحظة مهمة لو كملت السؤال قال لك if the particles are completely destabilized completely destabilized شو يعني ألفة بتساوي واحد فإذن بلانة على هذا الكلام مبدئيا ألفة عندي بتتساوي واحد طيب فباجي بحكيله هنا ألفة بتتساوي واحد ممتاز طيب التوتال فوريوم شو بيساوي باي على ستة فديميتر تقعيب هو عبارة عن أربعة في عشر قوة سالب خمسة وبوحدة المتر لازم يكون أربعة في عشر قوة سالب خمسة تقعيب ضرب الأنوت لازم تكون بير ميتر مكعب ونهينا مطلحها بير مكعب إذن هي عبارة عن أربعة في عشر قوة تسعة ومباشرة هذا الرقم رح يطلع معي جوابه مقداره واحد فاصل ثلاث أربعة في عشر قوة سالب أربعة فإذن هيك أنا بكون طلعت التوتال فوليوم طيب بعد ما طلعت التوتال فوليوم طلع الجي الجي شو بتساوي جذر الباور على كم على الفيسكوسيتي ضرب الفوليوم للبيزن أو الفوليوم للفلكوليشن تانك شو بتساوي عندك جذر الباور اللي هي عبارة عن كم أعطانيها خمس ونص أيها خمس ونص في إيش خمس ونص في عشر قوة سالب خمسة طيب في عشر قوة سالب خمسة في وحدة الواد طبعا فهي جاهزيا ما في داعي أحولها تمام على الفيسكوسيتي أعطانيها بوينت أو خمستاش بوحدة كيلوغرام على المتر دوت سكن برضو هاي جاهز ما في داعي أنك تحولها أيها بوينت أو خمستاش طبعا بالكيلوغرام على المتر دوت سكن ضرب الفوليوم لازم يكون بالمتر المكعب كم الفوليوم طبعا بوينت أو أو فايف إحنا عملنا أيها بوينت أو أو فايف وبالتالي الجي رايح تطلع عندك الانتنسيتي للميكسنج أيها رايح تساوي ثنين فاصل سبعة أو ثمانية طبعا واحد على سكن وحدتين هيك أنت طلعت الجي طلعت التوتال فوليوم طلعت الألفة روح عوض بالكي قولي أنها عبارة عن أربعة على باي ضرب واحد الألفة ضرب التوتال فوليوم واحد فاصل ثلاثة أربعة في عشر بقوة سالب أربعة ضرب الجي لهي عبارة عن ثنين فاصل سبعم ميه وثمانية تمام وبطلع معك الكي طبعا بوحدة الواحد على سكن رح يطلع معك الكي قيمته أربعة فاصل ستة ثنين أو ثنين في عشر قوة سالب أربعة سكن هيك أنت بتكون طلعت الكي بعدما طلعت الكي خلص روح اشتغل على القانون تاع الباجلي اكتور اللي هو أن بتساوي النوت ولأن النوت قيمتها أربعة في عشر قوة تسعة على متر مكعب في الإي قوة ماينس الكي اللي هي أربعة فاصل ستة ثنين أو ثنين في عشر قوة سالب أربعة على السكند ضرب اللي هو التايم والتايم كما أعطاك يا قال لك أفتر ثلاثين مينت تمام إذن التايم أفتر ثلاثين مينت وهي هنا برضو مكتوب أفتر ثلاثين مينت فباجي بحكي له هنا عندك ثلاثين مينت يعني ثلاثين دقيقة بس هنا عندي سكند فالدقيقة بحولها لثواني عن طريق أني أضربها في ستين تمام أيوة وتطلع حالي بزمن السكند والسكند مع السكند بروح وبالتالي رح تطلع معك الآن قيمتها واحد فاسد سبعة أربعة في عشرة قوة تسعة بوحدة المتر مكعب يعني عشان أحول لليتر بكل بساطة باجي بقول هنا المتر المكعب والمتر المكعب بيساوي ألف لتر فعني كأني بقسم على ألف تمام وبطلع معي الجواب واحد فاسد سبعة أربعة في عشرة قوة ستة بير لتر فإذن هذا هو عدد البارتكل أي وبعد ثلاثين دقيقة رايح يكون واحد فاسد سبعة أربعة في عشرة قوة ستة على الاتر وطبعا إشي طبيعي عدد البارتكل يقل ليش عدد البارتكل بيقل لأنه بصير أن يتجمعنا عبعض ويكون للي إيش فلاكس تمام طيب تمام فإذن السؤال يعني هذا السؤال يعني يمكن طوير شوي ولكنه سؤال سهل و بسيط يعني تطبيق مباشر على موضوع الفلاكوليشن أي وهو بكل بساطة أعطاني الأنوت يعني أقدرت أجيب الأنوت وأعطاني عدد البارتكلز وأعطاني فقدرت أجيب الأنوت يعبارة عن عدد البارتكلز على الفوليوم أعطاني الباور أعطاني الدياميتر أعطاني كمان التايم فأنا بس علي كان أني أروح أطلع الكي إنه أجيب أحكي أنها عبارة عن أربعة على باي أي وهو في ألفة في التوتال فوليوم في الجي طلعت التوتال فوليوم طلعت الجي عوض التنطلعت مع الكي أربعة واثنين وستين وبعدين طلعت الآن النمبر في بارتكلز أفتر ثيرتي مينتس أي وهو طلع معي بهذا الشكل واحد فاث سبعة أربعة في عشر قوة ستة تمام وهي كأنا بكون يعني حلية السؤال طيب نيجي للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بحكي لك إذا نحن بهذا السؤال نتحدث عن تمام معنا طيب إذا كيو عندك بتساوي بوينت أربعة عشر متر مكعب على سكن ممتاز فالديوميتر تاعة السلت بارتكلز مقداره ثلاثة في عشر قوة سالب خمسة ومباشرة بدحوله للمتر تمام الدنسيتي لهاي البارتكل مقدارها 2300 كيلو جرام على المتر المكعب ممتاز أيوة الدنسيتي للووتر اللي هي رول ووتر مقدارها ألف أيوة وبالنسبة للفيسكوسيتي بتساوي 0.0015 أيوة للووتر كمان هاي إذا كان هذا الكلاريفير استطاعت لتطاعت 100% من هذه سلت بارتكلز ما يجب أن يكون دياميتر يعني بيحكي لك لو هذا الكلاريفير صممنا لإزالة 100% من البارتكل أعطيني الدياميتر تاعة هذا الكلاريفير طيب عشان طلع دياميتر هذا الكلاريفير مفروض طلع مساحته صح؟ طيب شو مساحته لإزالة 100% من البارتكل حكينا هنا بتساوي 18 في الميو في الكيو وطبعا الكيو لازم تكون بـ 11 متر مكعب على سكند وهي جاهزة طبعا معطيني إياها على الجي في رول بارتكل ناقص الرو في الدياميتر تربيع للبارتكلز كل الوحدات أنا زبطتها وجاه زيتها فباجي بحكي لهم بتساوي 18 في الميو مقدارها 0.0015 0.0015 لكيو مقدارها 0.14 خلص بس علي يعوض مباشرة أيوة 9.81 الجي الرول البارتكل اللي هي عبارة عن 2300 ناقص 1000 اللي هي رول الووتر ضرب الدياميتر تربيع اللي هي 3 في 10 قوة سالب 5 تربيع وهي كأنا بقدر أطلع الاريا والاريا راح تطلع معي بكل بساطة رايح تطلع معي لو حسبت 300 يعني 329.33 329.33 طبعا بـ 11 متر مربع أنت طلعت الاريا بس ما طلعت له المطلوب اللي هو ديميتر بدي ديميتر طب شو ديميتر داية ايه أو شو مساحة الدايرة باي على 4 في الدياميتر تربيع فباجي بقول له والله باي على 4 في الدياميتر تربيع بساوي 329.33 من هنا راح يطلع معك الدياميتر بساوي 20.47 متر لمين للكلريفير فعني هذا الكلريفير لازم يكون قطره 20 متر 20.5 متر تقريبا تمام طيب نيجي الآن لكوستشن أو لكوستشن الأخير اللي هو كوستشن 9 أيوة بيحكي لك فإذن برضو هذا السؤال على силь Yaz أو على sedimentation ayوة بيحكي لك هذا seminary صممناه على detension time فإذن احنا صممناه على ثيتا كم بتساوي أفوا على ثيتا بتساوي 4 تمام فإذن احنا صممناه على ثيتا بتساوي 4 طيب فإذن احنا صممناه على 이 يعني ثلاثة تساوي أربعة أورز ممتاز إذن الاتش عندي مقدارها سبعة متر سبعة متر طيب هاي الاتش الدبث إلو قال لك أعطيني أقل حجم للبارتكلز يعني بدي دايميتر بارتكلز المنم أيوة الدنسيتي بقول لك بحيث الدنسيتي لهذه البارتكلز ألف وين ومية أيوة فور مية بالمية يعني هو أن الريموفة الإفشنسي مقدارها مية بالمية يعني أنا أريد أشيل هاي البارتكلز كلياتنا تمام؟ أيوة اللي هو نفسه أصلا أنت عشان تشيل البارتكلز كلياتها لازم تكون البارتكلز على أقل إشي يكون دايميترها مينمم تمام؟ زي ما حكينا بالسؤال تعال المينمم السابق طيب بحكي لك كونة موتر دنسيتي أند فيسكوسيتي آر ألف والفيسكوسيتي يقلك بوينت أو واحد واحد أربعة طيب ماشي إذا نحنا شو من نطلع مين نطلع الدياميتر لمين للبارتكلز كيف دي أطلعه أنا بعرف والله أنه التسوي شو بتساوي الجي في رول البارتكل ناقص الروم في الدياميتر تربية على الـ 18 في الميو وحكينا المينمم ديميتر يعني هذا الاشي معناه أنه التسوي ما بتساوي الأوفير فلوريت طيب المدامة بتساوي الأوفير فلوريت أنا بعرف أنه في علاقة بين الـ H والثيتا والأوفير فلوريت شو هي أنه الثيتا بتساوي H على V كانت صح ولا لا أيوة كانت الثيتا بتاوي فوريوم عا كيو ومن الفوريوم عا كيو قدرنا نعرف انها بتساوي أش على في وهذا اللي شو حكينا سابقا طيب بالنسبة لديتنشن تايم ايو في البداية لازم تيجي تحولوا من أربعة أورز لا سكنت أو خليني نجي نعوضها سوى نشوف شو التحويلات اللي عندي بتتصير طيب فمن هنا أنا باجي بقدر أعرف انه الفوريوم شو بيسي أو العفوا الفيلوستي شو بتساوي أش على ثيتا طيب فباجي بعوض بدل سيتلينج فيروسيتي أش على ثيتا فباجي بقول والله سيتلينج فيروسيتي بدل أعوض أش على ثيتا أش اللي هي مقدارها سبعة متر تمام على الثيتا اللي هي أربعة أورز هسا ما بصير أخليها أورز ليش لأنه الديناميك فيسكوسيتي والجي كل هاي الوحدات عندي بايش بالسكنت فبالتالي الأور باح أولا لسكنت عن طريق اني أجي أضرب في ثلاث آلاف وستمئة تمام فبتصير بوحدة السكنت بتساوي الجي مقدارها تسعة فاس تمانية واحد فيروسيتي اللي هي مقدارها بكل بساطة كما أعطان إياها الفين ومية هاي هون ناقص الروسيتي اللي هي ألف في الدياميتر تربيع على ثمنتعش في الديناميك فيسكوسيتي اللي هي عبارة عن بوينت أو أو ون ون فور وهي كان بقدر أطلع الدياميتر بكل بساطة ورح يطلع معك الدياميتر ثلاثة فاصلة أو أربعة في عشرة قوة سالة بخمسة لوحدة المتر طبعا وإذا بدك تضربه بألف عشان تحوله لمليمتر رح يطلع معك بوينت أو ثري أو فور مليمتر فإذا هنا السؤال سهل بس يعني بدل ما يجي يقول لك والله السيتلينك فيلوسيتي أو بدل ما يجي يعطيك كيو ويعطيك اي أيوة ما يجي يعطيك كيو اي عشان تطلع والله تقول في بتساوي كيو أوبر اي لا أيوة قل لك هنا لا ما بدي يعطيك الكيو والأي زي السؤال السابق إذا بتذكر يمكن أعطيك كيو اي أيوة أما بالنسبة لهذا السؤال لا هنا أجي يقول لي والله دي تنشين تايم هو المينيمم اللي صممنا عليه يعني على أربع ساعات وبالنسبة للأش الارتفاع اللي صممنا عليه هو سبعة فهنا يعني بدل ما أجي أحكي والله في بتساوي كيو اي أجي تحكي أجي تحكي أشي بتساوي أش على ثيتا والفي سويتها بالسيتلينك فيلوسيتي عشان أطلحوا المينيمم ديميتر أيوة ومعند مينيمم ديميتر مرة أخرى أنه يعني هذا الدييميتر هو أقل ديميتر رح يترسب تمام أيوة يعني أنا بدي بارتكلز بتكون ديميترها أقل إشي أقل إشي يكون مثلا 0.0 3 0.4 زي ما طلعنا معنا بهذا السؤال يعني يا قد هذا الدييميتر يا أكبر منه عشان تترسب البرتكلز عندي أو الفلكس أيوة إذا كان مثلا والله إيجا الدييميتر عندي طلع 0.0 أيوة في فلك والله ديميتر إلي 0.0 هذا ما رح يترسب أيوة وليش ما رح ترسب لأنه أقل من الدييميتر مينيمم تمام أيوة فأنا بدي المينيمم ديميتر عندي هو 0.0 30 أيوة 0.0 30 هو أقل ديميتر عندي أيوة فبالتالي أنا بدي بارتكلز أو فلكس يكون ديميترها 0.0 30 وأكبر عشان تيجي تترسب عندي وبكل بساطة كان هذا السؤال يعني حلو بسيط إنه بس المرة هاي الفكرة كانت إنه أوفر فلوريت أو ستلينك فيلوسيتي اللي هي نفس أوفر فلوريت وأنا ساويناها بيها أيوة كانت بتساوي أتش على الثيتا والثيتا عندي أربع ساعات ولازم تنتبه إنه الأربع ساعات تضربهم 3600 عشان تحولها للسكند والأتش هو أعطان إياها 7 متر عوضهم بالقانون مباشرة رح يطلع معك المينيمم ديميتر وهي كحنا بنكون حلينا أسئلة وشفنا يعني العديد من الأفكار على بار 8A أتمنى يكون الشرع عجبكم إذا عجبك الشرح حطنا لايك اشترك في القناة شير الفيديو مع أصحابك وحطنا تعليقات مرتب وكتبونا تعليقات مرتب ودعمونا وأشكركم على المشاهدة وأشوفكم بالفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في أمان الله